اشتركوا في القناة اغاثة ممكنة وسيترك رانالف فاينس زملائه الخمسة الذين سيكملون المغامرة بمفردهم ووقع الحادث خلال تدريب على المشي على المزالج بحرارة 30 درجة تحت الصفر على ما روى توني مادنيك من فريق دعم الرحلة لهيئة بي بي سي وأوضح كان يحاول ربط الحبل وظن أنه لن يتمكن من ذلك من دون إزالة قفازه ففعل ذلك في ظل برد كبير جدا وعرض يده للثلج الأمر الذي أدى إلى تشققات وطلب المستكشف إجلاءه طالما أن ذلك ممكن قبل البرد الجليدي في القطب الجنوبي المتجمد حيث تصل الحرارة إلى 70 درجة تحت الصفر وحتى أحيانا إلى 90 درجة تحت الصفر وقال الموقع أن عاصفة متواصلة تمنع في الوقت الراهن نقل المغامر بدراجة ثلجية إلى محطة الأميرة إلزابيت الواقعة على بعد 70 كيلو مترا من معسكر الرحلة الحالي وعندما سيصبح إجلاؤه ممكنا سينقل فاينس بعد ذلك بالطائرة إلى قاعدة نوفو ومن ثم إلى الكيب التي أبحر منها مع رجاله في السابع من كنون الثاني يناير وقرر أعضاء الفريق الخمسة الآخرون بالإجماع إكمال المغامرة والاستعداد لعبور القارة البيضاء اعتبارا من الحادي والعشرين من آذار مارس ترجمة نانسي قنقر